السواد الأعظم ما كانش متصور أو متخيل إنه الرئيس هيبقى بيقول الحقيقة بمنتهى التجريد حقيقة مجردة ده الوضع القائم إحنا بنعمل كذا وعملنا ده علشان ده والأمور بدأت تتبني هتيجي تقول لي ليه ما كانش الناس متوقعة هقولك والله هي لأن إحنا لما ده على مدار عقود طويلة جدا ما كانش في حد بيفتحنا طول الوقت في الكلام يعني يبقى منفتح علينا بهذا الشكل وبهذه الدرجة صحيح إحنا اعتدنا من الرئيس إنه دائما يبقى واضح جدا في كلامه ويبقى مباشر جدا في كلامه لكن في حكاية وطن بالتحديد كم الأرقام مهول الحقائق مهولة فيها أشياء شديدة العظمة وفيها أشياء بتدعونا هتدعو البعض إنه يتخض بس أنا من الناس دايما اللي بتشوف إنه عمليا ما تتخضش من حاجة لأنه حول دا دايما لطاقة إيجابية عمل بالضبط زي لما يبقى في حد يا جماعة عنده التزامات فلوس مصروف البيت بتقبض المبلغ الفلاني وعندك مصروف بيت قد كده يا إما هياخد المرتب كله يا إما هيبقى أزيد من المرتب شوية حاجة من اتنين أنت هتعملهم يا هتقعد مكتوف اليد وتقعد تند بحظك يا إما هتقعد تفكر وتفكر عشان تشتغل عشان تعرف تدبر الفلوس اللي لازم البيت دا وأنا أظن إنه دا الهدف من حكاية وطن إن إحنا نبقى شايفين إحنا عملنا إيه ونبقى شايفين إحنا قدامنا مصار شكله عامل إزاي هنقف وهنكمل ولا هنقعد مكتوفي ليد نندب في الحظ أنا بأعتقد إنه طبيعة الشعب المصري هنقف وهنكمل وكل حاجة هتبقى زي الفل أنا مش عايز أطول عليك بس أنا عايزك بعد إذنك تسمع وتشوف معايا الرئيس قال إيه في المقطع القادم وهو في حتة كده الرئيس شدد فيها في مداخلته النهاردة خلال مؤتمر حكاية وطن على إنه الدولة بتقوم بعمل وبتضحية مش بكلام عايز تعرف الرئيس قال إيه قاعدها لك تاني واسمع دلوقتي أنا عايزة عندي كلمة واحدة عايزة أقولها للناس كلمة واحدة ده اللي إحنا عملناه وعندوك فرصة للتغيير في الانتخابات اللي جاي اللي أنا بكلمكم بجاد في الانتخابات اللي جاية عندوك فرصة للتغيير حد يقول كده آه أنا بقول كده الأمر كله لله الأمر كله لله اللي ليه حاجة هياخد اللي قاله الدكتور مصطفى في كل فقرة من فقراته نقدر نخش على كل موضوع نتكلم ساعات ساعات في كل نقطة من النقاط اللي اتكلم فيها في التفاصيل دي كلها أنا حقول واحدة فقط لقناة السويس لأن الكلام ده كان بيتعمل وانت لا ده كمان وانت بتعمل كده بيتم الإساءة لك واللي الإساءة المسئوليك مش ليهم هم بس هم وقصرهم وأكن يعني ولكن لا بأس لأن ما فيش حاجة بتروح عند ربنا كل كلمة كد لها أجر كل إساءة لها أجر المسئولي اللي قسيلي أو تم عمل بهتان عليه ده مش حيمشي كده إذا كان نحن بنؤمن بالله وإن فيه يوم هنقف ونتحاسب